طيب احنا نرجع تاني لخبر زيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لمصر ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وايضا عدد من القيادات التقى وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة في اعقاب استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم لرئيس وزراء لبناني المكلف سعد الحريري التقى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وزير الخارجية سامح شكري والوزير اللواء عباس كامر رئيس جهاز المخابرات العامة وده كان في وزارة الخارجية بقصر التحرير ثم اعقب ذلك مقدوبة غداء لاستكمال المباحثات بمشاركة الوفدين السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بان اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر السابت من دعم امن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مسعيه الرامية لتجاوز التحديات الرهنة بما يحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار وفي دفع عجلة التنمية وفي صون مقدرات شعب الشقيق كما تم التأكيد ايضا على اهمية اعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من اجل الخروج من المأزق الحالي في اطار التزام الدستور اللبناني وبما يستوجبه ذلك من الاسرع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل اللي بينشده الشعب اللبناني من جانبها عبر رئيس وزراء لبنان مجددا عن التأدير لكل ما تقوم به مصر من دعم ومساندة لبلاده ولجهودها الصادقة لحجد الدعم الدولي لبنان في مرحلته الحالية بما يعكس تاريخية واستراتيجية العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومعاربا عن تطلع لبنان لدفع مجالات التعاون الثنائي مع مصر في عدد من القطاعات الهامة